اشتركوا في القناة هذا العدد الأخير من شهر شعبان ونحن مقبلين على شهر رمضان الكريم إن شاء الله يجينا بالخير والبركة والرحمة والمغفرة فشهر رمضان مهم جدا بالنسبة للناس عامة وخاصة لبعض الفئات كالشيوخ والمرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكذلك بالنسبة للمراهقين ليصوموا كذلك ففي هذا الحال هناك لابد من الأخذ من بعض الاحتياطات حتى يكون هذا الشهر الفضيل علينا لأن شهر رمضان نعتبره كمستشفى كبير يعالج كل الأمراض وبهذا راح نستفيد من هذا الشهر شهر الصيام ويعود علينا بالفائدة الصحية بدون إطالة كيف يؤثر الصيام على جسم الإنسان وما هي الأعضاء التي تأخذ فائدة كبيرة من هذا الصيام إذن ابتداء من هذا العزة سنبدأ في التحضير لمثل هذه المواضيع وسنفتح لكم المجال لطرح كل الأسئلة إذن بدءا لكم من هذا الروبروتاج القصير والخصناه شهر رمضان وفائدة الصيام على جسم الإنسان تابعوا معنا خلال ساعات الصيام ينخفض مستوى السكر في الدم مما يؤدي إلى انخفاض مستوى هرمون الأنسولين وإفراز هرمون الغليكاغون الذي يؤدي إلى تقسيم الغليكوجين من أجل تحويله إلى طاقة بدلا من الغليكوز ويساعد الصيام من التخفيف على ارتفاع ضغط الدم إذ أن التقليل من الطعام المتناول يقلل من تناول ملح السوديوم والذي يعد المسبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم وبفضل الصيام تقل حركة الأمعاء وتقل إفرازات العصارة الهضمية والمعوية وبذلك تطول فترة راحة الجهاز الهضمي وتتحسن الكثير من الأمراض المرتبطة به والتي من أخطرها السمنة كما تتحسن الأمراض ذات العلاقة بالضغوط النفسية والعصبية مثل تهيجات القلون وانتفاخات المعدة المزمنة وتخفيف الوزن وتفازي الكثير من الأمراض المرتبطة بالسمنة ومن أخطرها ارتفاع ضغط الدم والسكر من النهوى الثاني وانسداد الشريين أما بالنسبة للقلب أو الشريين يعمل الصيام على خفظ محتوى الدم من الكوليستيرول الضار ورفع محتواه من الكوليستيرول النافع الذي يعمل بدوره على إزالة الدهون المترسبة على جدران الأوعية الدموية ومنه منع انسداد شريين كما أن القلب يرتاح بفضل الصوم إذ تنخفض ضرباته إلى ستين ضربة في الدقيقة فيما يخص الكبد نقص تدفق الغذاء على الكبد يؤدي إلى تقليل تفاعلاته الكيميائية وتقليل جهده في تصفية السموم والمواد الضارة التي قد تأتي مع الغذاء أما الكلا المسؤول على ضبط مستوى الماء التي تنقص كمياته كثيرا في الصيام ولهذا تقوم الكلا بجهد كبير أثناء فترات الصيام لضبط كمية البول بحيث لا تزيد كميته الخارجية على كمية الماء الموجودة في الجسم نعم إذن هذه هي أهمية الصيام على الأعضاء الرئيسية في جسم الإنسان فهو علاج للكثير من الأمراض وفي نفس الوقت يعطي الصحة والعافية للأشخاص فلهذا ابتداء من هذا الأسبوع قبل شهر رمضان فلابد من الاستعداد صحيا لشهر رمضان أولا الشيء الأول الذي نقوم به في البداية لابد من أن نعود أنفسنا على ساعات النوم يعني الساعة البيولوجية مهمة جدا كثير من الناس يعني كانوا يرقدوا على الأقل ثماني ساعات الآن يعني نبدو نعود أنفسنا على النوم لمدة ست ساعات يعني ست ساعات لأن فترة صيام طويلة نوعا ما فلهذا مهم جدا على تعويض الإنسان على نوم بست ساعات يعني تعود على النهوض مبكرا وبعد صلاة الترويح يعني ممكن الإنسان يسهر شوية ثم يروح للنوم ما يخليش روحوا يسهر حتى للسحور ثم يسهرهم بعد يروح يرقد ساعة ويعود ينوض ويروح للعمل تهو فهذا جيد سيء فيبدأ يعود نفسه من الآن إلى النوم على الأقل ست ساعات كذلك بالنسبة للناس اللي يدخنوا وكذلك الناس اللي يشربوا القهوة كثير والشاي كثير فهي الآن من الآن يبدأ ينقص في مادة الكافيين وينقص في مادة الشايين مثلا إذا كان يأخذ قهوة في الصباح يبدأ الآن ما يأخذهاش في الصباح يأخذها في منتصف النهار بعد الغذاء فيعود نفسه بالعقل يعني حتى لا يصاب بما نسميه الصداع الصداع للناجم من بعض الإدمان على بعض المواد مثل الكافيين والشايين فلهذا من الآن نبدأ ونعوده بأنفسنا نقصه من مثل هذه المواد ثم رايحين نتكلموا على التغذية الصحية أما بالنسبة للتدخين فهي فرصة عظيمة للتوقف عن التدخين بفضل إرادة وكذلك الإيمان وكذلك كل ما هو روحي بالنسبة لنا نعرف أن التدخين مضر للصحة وهو من العوامل المؤدية إلى العديد من الأمراض فهي فرصة للإقلاع عن التدخين ناخده أول مكلمة معنا علو علو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا مرحبا بك سيدي أشرك الدكتور لباس والله لباس الله يسلمك فضل أخي الحمد لله يا ربي أنا لأت العشبه لي باتك لنت سأترمك بثل الأسبوع أنا أنا أقول ما نسمى ما سمعتكش مليح ومش رك تقول وكلك وكلك عندي شئ عندي الحقومة هاي هايوها ومبعدي كنت في الشمال الجوية نحكوه لي شوف كنا رايحين يعني باش نوصلوا في موضوع لأننا ما كملناش الحصة فيما يخص الإصابة بالحنجورة هذا وعد مني إن شاء الله بعد رمضان رايحين نتكلموا عليها لأننا خصصنا هذا العدد للإعداد لصيام خاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان وإن شاء الله بعد رمضان مباشرة ستكون الحصة الأولى مواصلة للعدد الماضي فيما يخص إضطرابات الحنجورة وهذا وعد مني لك شكرا جزيلا إذن بدون إطالة نروح نشوفه كذلك قلت هي فرصة عظيمة للإقلاع عن التدخين لأنه المسبب الرئيسي لكل الأمراض والسرطانات فلهذا هي فرصة ونحن نشجع كل الشباب باش يحاولوا يتوقفوا فهي ماهيش فرصة باش اللقاء يكون في سهراء في مقاهي الشيشة إلى غير ذلك فيكون يعني التدخين السلبي مضر أكثر ما هو من التدخين الإيجابي بالنسبة للناس اللي هما يدخنوا يزدوا يعني يضروا غيرهم فنقول حذاري من هذه العادات المشينة أو هذه العادات يعني السيئة بدون إطالة في الشارع الجزائري اختينا بعض أراء المواطنين تابعوهم معنا ترجمة نانسي قنقر 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 في عرص زفاف نشوف إنسان يعني مصاب بالسكري وياكل في القطو يعني باش نحيله كمبلكس يأكل فوق اللازم باش يوري للناس بلي هو ما هو شمريد وعلقه أنا كنت عارف بلي هذك الإنسان مصاب بالسكري فلهذا نحذر من هذه الأعمال فهذا راه يضر في نفسه ما راهوش يضر في غيره وما هوش عيب الإنسان لما يصاب بمرض يعني يتنكر له قدام الناس المرض ربي يعطيه فنقول له حذاري من هذه الأشياء الواحد الإنسان يخذ الدواء يدير الحمية التعوي ويعيش عادي كهو كجميع الناس نفس الشي بالنسبة للصيام شهر رمضان احنا قلنا أن الناس اللي عندهم النوع الثاني ويخذوا يعني يعني دواء واحد مثلا أو ثنين فممكن الصيام بأخذ نصيحة الطبيب المتابع لهم والمعالج والصيام في هذا الحالة يعني ممكن لكن إذا كان يدير يعني ديزيبوغليسيمي في النهار يعني ينقص له سكر في الدم فلهذا لابد من العودة إلى الطبيب المتابع لهم حتى تكون النصيحة في محلها بالنسبة للمرضى النوع الأول تيب آن ليستعملوا لانسولين وأدوية أخرى قلنا أن الصيام ممنوع حتى أن رغم بعض الأطباء يقول لك ليدير عشرين مرة في النهار وعقس عشرين واحدة فقط يعني ممكن يسمحنا نقوله الصيام بالنسبة للنوع الأول حذاري نوع الأول لأنه يديروا ديزيبوغليسيمي بكثرة ويؤدي إلى نوبات ممكن الضرهم فلهذا زرنا البروفيسور خلفه المختص في أمراض السكري وكانت لنا معه كان معنا له لقاء وكانت هذه النصيحة لكم جميعا تابعوا رمضان كل واحد كل مريض يروح يشوف الطبيب بتاعه ويترحله السؤال هذو الطبيب بتاعه اللي ملفي عالج عنده هو اللي على باله وش راي يشرب الدواء وراه الأحالته في ميدان المضاعفات أسكين جم يصوم ولا ما يصومش بالصفة عامة مع المرضى اللي نعالجهم المريض اللي عنده ثلاثة أربعة شكاك لانسولين هذي يصوم قطر ما ينجمش يتبق العلاج خصوصا مريض ديابات منه أو واحد ولا ديابات منه أو اثنين ثانيا الخطورة في رمضان الدياباتي كسير الخوف يحبط له السكر في النهار هذا هو لأن لهذا الشي المرضى اللي يخذوا الأدوية اللي عبطوا السكر كما اللي نسولين لسلفة ميد أحسن ما يصومش ذو كتي كان لملاد بياني السكر بتاعهم الباس كأنه واحد والزوج تالك الشيات هذو ينجمو يصبوه ولكن يتجربوه نهارة اللولين نجموهم رحبا هبط لهم السكر ونجموه أشعر سيجربوه نعم إذن هذه كانت توصيات البروفيسور خلف مختص في أمراض السكري نخذ مكلمة صباح الخير صباح النور اهلا وسهلا مرحبا بك الحمد لله ايوة عندي مرض مزمن تاع الكورتيزون ايوة نعم وعندي دواء عاطيه طبيب ما يكل حبة ونص على ثمانية تاع صباح وحبة على الشيء ايوة نعم وهذه هو وطبيب دلي ما تتخلج على الوقات هذي نعم شوفوا الحالة الاكلينيكية تاعك كيف اشارك تحس روحك انت باخذ الدواء تاعك كنا كل دواء عادة كما نقصدوها كان لان احكمني الدوخات الفشلة جيك تقيا جيك سواح بزارة شوف في مثل هذا الحالة يعني ممكن يعني شوف مع الطبيب المتابع لك ولكن بصفة عامة كي تكون حالة مثل هذا كي يكون يعني فيه مادة الكورتيزون تأخذ يعني هي من الحالات المزمنة احنا ننصح بي يعني في مثل حالة تاعك اذا كان يعني كلينيك مورك بيا يعني ما عندكش اعراض جانبية وما عندكش مضاعفات فيمكن اخذ يعني الدوامة بين الفطور وصحور اللي كنت تاخذوا مثلا اه 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 تاخذوا مباشرة قبل الفطور ولي كنت تاخذوا في المساء تاخذوا اه مباشرة قبل الصحور ويبقى يعني يبقى يعني نصيحة المتابعة اه من الطبيب المعالج لانه هو يعرف الحالة تاعك جيدة ولكن بصفة عامة هذه هي الحالات يعني اه مثل امراض الكورتيزون بعض امراض القلبية اللي تينصح فيها الصيام بعض امراض الضغط الدموي اللي ينصح فيها الصيام لانها مفيدة ابقى تابع معنا في اه لقاء مع الاسددة وسيكون اه جواب مكمل للحالة انتعك اه زيادة على ما قلته لك شكرا لك اخي شكرا اذا اه مباشرة بالنسبة كذلك الاطفال اللي يصوموا المراهقين هناك بعض المراهقين اللي يصوموا ومنهم يعني برضى السكري اللي بالنوع الاول لتيب اين اللي يستعملوا الانسولين وفي بعض الحالات هؤلاء الاطفال يقولون يعني مع الابات تحهم يقولون انا لازم نصوم لازم نصوم وكيفاش ودلال الخون يصوموا وانا ما نصومش الى اخيري هنا لابد من نشوفوا الحالة تعطف لانه في النوع الاول ما كاش فيه صيام بالنسبة للاطفال الكبار والصغار يعني خاصة اذا كان ياخذ عدة مرات من الانسولين كما قال بروفيسور خلفه في توصيات البروفيسور كاداش المختص بامراض السكري نتابع البروفيسور كاداش ثم ناخذ مكالمة الطفل اللي مصاب مرض السكور نوع الواحد مشكلة مشكلة علاش خطرت فوق الطفل بداية صونة عشر سنين الفوق وعشر سنين الفوق دلالي عندهم اربعة شكات في نهار وكي تكون عندك اربعة شكات في نهار مستحيل صونة هذا ما مش مهمون وتابعين التجاربات التاعية واشتورينها كنت نعايرو اللي يسكن اللي يمقلوبين بلكي هذا اللي يعطينا المعدل اللي تعمل في سنة شكور بعد انضال نصيبه دائما ينطلع علاش خطر فارنضال عندهم توصي الدنيا القلب اللوز وزلابية طفل مريد يأكلها يسكيسك باكدش من الكش وكان مشكلة واحدة خطر فارنضال اذا كانت هذه من توصيات البروفيسور كاداش نخذ المكالمة بسرعة ثم نعود الى مواصلة الموضوع لان الوقت اذا همنا صباح النور اهلا وسهلا صباح النور اهلا مرحبا بك لا بس لا بس الحمد لله تفضل الحمد لله تفضل على السماء فيك عندك سؤال تدخل عندي سؤالي تفضل بسرعة عندي الأب تاي ايوه عنده لطاسيو سكر ايوه نعم يقلو في الليل ودو سيارة في الصباح لطاسيو نعم السكر واش منه عنده يأخذ الكشيات ولا يأخذ الكشيات ايوه يقلو في الصباح ويقلو في الليل هو الامنذات ومريض عنده شكر مشلول شوية مشلول أيوه مشلول الامنذات م year armpit ا من سرنصف فضل من وكام خيليات الحمد لله الحمد لله نعم شوف فليهذا مهم جدا نحن قلنا أن الصيام يكون الاتصال بالأطباء يكون في يعني في هذا الأسبوع الأخير ولا شهر قبل ما يعني شهر الصيام حتى ناخذ النصيحة في مثل هذه الحالات قلنا الناس ليخضوا لأن في كثير من الحالات الضغط الدموي ملح له الصيام إذا كان الإنسان يأخذ نوع واحد من الدواء في الضغط الدموي إذا كان يأخذ عدة أدوية والضغط الدموي باقي طالع ففي هذا الحالة ما يصومش أما إذا كان يأخذ دواء واحد وكان متزن يعني الضغط الدموي مضبوط فهذا الصيام أحسن له ممكن يصوم نفس الشي بالنسبة للسكري من النوع الثاني إذا كان يأخذ الحبوب والحبوب وكان متزن مضبوط السكر فيمكن الصيام حتى ولو كان عنده ارتفاع الضغط الدموي لأنه هذا سيساعده في يكون أحسن وتبقى المراقبة سيكون نصف جواب مع البروفيسور زكري سميا وهي مختصفي تبقى الباطنية بيرترارياتة بأمانة الضغط الدموي لذلك لا يستيحل هذا ما ل Huge لأنه لن يبغلهم هذا هي نصيحة النصيخ لعلى سابعي ساميا أنا أقول للناس ون من الأرتفاع في الواقع الدموية الاصيام يمكن أن يساعد هناك مختصين آخرين تدخلوا في المقتصين في أمراض القلب سنواصل في الأعداد المقبلة معهم ولكن الناس الذين ضغط ارتفاع ضغط الدموي تهم ما هوش مضبوط يعني يأخذ عدة أدوية فهذا لا يمكن الصيام وتبقى الكلمة الأخيرة للطبيب المتابع والمعالج لكم فلهذا قلنا يعني نصحناكم باش يعني تتصلوا خلال هذا الأسبوع بالعطبات تحكم باش يوركم بطريقة أخذ الدواء كيف تكون في شهر رمضان وكيف يكون الصيام في شهر رمضان وسنرافقكم إن شاء الله من خلال شهر الصيام مع النصائح الخاصة بالصيام إذن إلى ذلك من الوقت نقول لكم صحر رمضانكم وجمعة مباركة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر